بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم هنشارك معكم وصفة من وصفاتي والتي طلبتوها بزاف وشفتوها عندي في الفيسبوك وصفة اللي نخدمها أناية بزاف لكوموند نحن أعطيكم الوصفة ديالي والأسرار كامل والطريقة كيفاش نوجد لكوموند تاعد الموديل ان شاء الله تشوفوا الأغسات وتعجبكم ونسنت طبيقاتكم وان شاء الله راني قريب نزيد لكم كامل اللي موديل اللي طلبتوهم اللي توجو عنا نخدمهم كوموند اللي تبعوني في العباش ديالي في الفيسبوك من زمان يعني يعرفوهم دونك نبدأول أغسات مع بعض المقادير اللي رايح نمدلكم تخرج 25 دونك هداوش قوتلكم المقادير اللي حنمدلكم يخرجونا 25 حبة عندي هنا 125 قرام مارغارين طرية درت لها قرصة ملح ضربتها شوية بالباطئة بشتولي لي طرية كانت شد أروحة شوية ونزيد لها 100 قرام سكر غلاس هنا اللي عندها الميزان داكور لي ما عندهاش 100 قرام سكر غلاس راح يجيها 4 مغارف كبار نجوزهم على الصفاية ونضرب كل شي بالباطئة حتى تولي لي كريمة متجانيسة ومن بعد نزيد هنا 5 سنتيليت كيف كيف لي ما عندهاش باش تقيس الزيت هما 10 مغارف كبار زيت عادي نزيدوهم ونضربو مليح بالباطئة هنا لازم تضربو مليح حتى الزيت يدخل كامل في هداك الميلانج السابق باش هكدا كي نكونوا نخدمو في القاتو ديالنا ما يخرج لناش الزيت يعني هدي أستوس للقاتو اللي فيهم الزيت لازم تضربو مليح بالباطئة ومن بعد نزيد هنا باتا غوم تعالى نواد كوكو اللي تقدروا تعودوها بزوج مغارف كبار تعالى نواد كوكو مشي أكتر بس كل نواد كوكو تنشفلنا لعبات هدا مكان من بعد هنا نزيد حبة بيت كاملة مع صفر حبة بيت نزيدهم بالحبة ونضرب مليح بالباطئة حتى يدخل لي هداك البيت كامل من بعد ننحي الباطئة ونزيد زوج مغارف كبار مايزينا نجوزهم على الصفاية ونزيد مغارفة كبيرة كاكاو يكون بني ما الأحسن مدخدموش بالكاكاو هداك الغامق ومن بعد هنا نزيدو نصبه خميرة كيميائية ونطمو كل شي بالفارينة باش هكدا تولي لنا أجينة طرية لا بتأجنوهاش طموها بصبعتيكم والأجينة تخلوها طرية السيخت اللي نخدموها في المول ان سيليكون لازم تكون طرية باش تساعدنا في التشكيل ديلها والنتيجة تكون غاتو يكون خفيف وناجح نحطوهم أنا اليوم راح نخدم في المول ان سيليكون هادو لما يعرفهم شهادو تقريبا اول مول سيليكون نخرج في تزاير تعالج الجللانية هنا نوزن الحبات ديالي 25 قام ونحطهم في المول هذا كما تقدروا تستعملوا اي مول فيه اللي يكون في هذا التقب باش يخدموا يعني الشكل كيميديالي المهم كيما اقدتكم اي مول يساعدكم بعد ما نكمل كامل كمية نحطهم يطيبوا في فوق يكون سخون من قبل على 180 درجة تقريبا 20 دقيقة هكذا يطيبوا ملاحظة برك خاصة ان يخدموا لكم عندو يخدموا كمية كبيرة كما قدكم الأجينة تخلوها طرية باش مجوا تكملوا هادو كامل كمية الأجينة تقعد لكم كما مع الول ولازم اللي بولات هادو كي توزنوهم تغطوهم بان فيلم باش هكذا ما ينشفوا لكم هادو هما بعض النصائح سيخطو المبتدئات ووالا هنه هاوليك لوقاتو بعد ما يطيب ووالا شوفوا كيفاش يقعد كما احطيناه باستولة اجينة كانت طرية دونك هنه يلي خدموا كيف تقدروا تخدموا هادلوقاتو يومين ولا تلتيام تحطوه دكوتي باش تخدموا كمية كبيرة يعني من بعد باش ديلولو لفينيسيون دونك هنه ينكملو في الفينيسيون تاع هاد الموديل لوقاتو لازم يبرد مليح باش نكملو هاد الفينيسيون دونك هنه يني حاجة خفيفة ضريفة نشدو كل حبه نجوزو ليها بلاكون فيتور نجوزو غير في الحواف يعني في لطور تاع كامل الحبه في الوسط ما تقيسوش بلاكون فيتور من بعد نرمدوه فلا نواة كوكو ديركتما نواة كوكو فهذا الموديل يعني هكذا كما راهي إذا كانت لانواة كوكو خشينا بزاف ارحوها شوية انا انتوك هادي نشيها راهي ديجا مرحية هذا مكان دونك نكملو كامل كمية هنا ديرو في بانكم براهي عملية سهلة وغاب بيد خدموا بلو بنسو من الاحسن ماشي بصبعكم ولا جي خدمة متحوفة وغاب بيد كما قد لكم وتكملو كامل كمية لانتكم لانا نصيحة للنسي تخدم لي هاد ليتاب ديروها لافي يعني الليلة من قبل على الاكتر ماشي قبل بسكولا كونفيتور كما تعرفوها راهي من بعد تجمد ودير هاديك القشرة وسينو تقدروا تخدموا بلا جولي تاني بسه كما قلت لكم نصيحة خدموها لافي هادي هي نحطوا لغاتو ديالنا ينشف يعني ملاكونفيتور هادي وتشد فيه لانواة كوكو وهنايا نجو الاخر مرحلة هنايا عندي شوكولاتة شوكولاتة الطالق اي ماركة تحبوها انا في الاول كنت نخدم هاد ليغاتو بنيتلا خرجته بنيتلا من بعد بيونسير نيتلا بدأت تغلى ولا تتمكيش رجعت نخدم بماكسان او ابتلا وبعدها هاد ليدو مخ كيف كيف ومشي ملاح يعني مولوش كامل يجبوني عاوت وليت نخدم بالزيرية طريقة الكاملة هاد ليمخ نضيرها نفسها نحط لها الكميات ادرت زوج مغرف كبار نوتيلا حطيتهم في بماغي نزيد لهم مغرف كبيرة يعني عندنا زوج كيلة نحط لها كيلة هنا في الفيديو هادي راني خدمت بالنيتلا وكي تطلق رحى هاديك نوتيلا يعني تم تمنع وعمل بماغيقي اسمات تفاهم الشيء اما للطول ولا ونعمروا ديركتما لتخو ديالنا هي من الاحسن تحطو في يعني اون بوش ولا في اون سورنج ولا وديرو هاد المرحلة انا شوية كنتم زروبها في هاد الفيديو خدمت ديركتما يعني اول خطوة نختم بها الطريقة يعني نفرغ ديركتما من الريسيبيان ان جنرال كي موقع تلكم ندير اون سورنج نعمر بيها لتخو ديالي باش تجي خدمة ومتحوفة نحطو لغاتو ديالنا نخلوه ينشف تنشف هادك شوكولات ديالو وتشد رحها يعني ملاحظة فرق بين نوتيلا و الزوتخ ما احتاجه لشوكولات هي البريانس نوتيلا قد ما تقعد تقعد هكذاك تبري باركاند هادو كيبريو سور بلاس مي ابخي تعارفو يخي هاده هي يولو تروح لم هادك البريانس مي وشنول بنا يعني لبس بيهم وثاني ملاحظة هاد الناس يتخدم لي كوموند هاد المرحلة تحطوه شوكولات اتغتيني انا نديرها لجوغ مامي يعني في نفس اليوم نمد في كوموند ممكن تكون كونتية هاده باش تضمنوا بلي لغاتو ديالكم يجي جديد ومتحوف وبريزنطابل ولكليانت تعاو ترجع لكم بالنسبة للبري هاد الموديل يتخدم من 5000 حتى 6000 الى بنيوتيلا يتخدم اكثر من هاد البري وانتوما بيانسور دايما نقولكم باللي البري على حساب يقعد بيانسور على حساب الشكل النهائي على حساب الحجم ديالو الحساب متحوف ناقصو شوية هاده هي على حساب البري على حساب واشنو يحددو وبينسور انا نعطيكم هكذا افكار باش نساعدكم ان شاء الله تكونوا استفتتم الفيديو تالي يوما وكاين بزاف اللي دايما يسقسي وزع ما اشحال لمدة الحفظ تعليقاتو كما هذا بار اكزمبل يعني فيه الشوكولات اتغتيني هاده يعني يقولي تلتي ايام اربع ايام رايحة تنشف وتجمد هاده هاده كنتوا راح تدوه هاده هاده ما يفوتش تلتي ايام اربع ايام بالصح الى لكم الدار يعني اللوغاتو راح يقعد كتر من سمانة ويقعد الطريق سوختو وشنوبر يحطوه في اين بوات وغلقو عليه هاده هي مام بار اكزمبل تحبو ما تعمروش لا تخو ديالو تعمرو غير قيسوش تستهلكو وراح يقعد لكم كما قلت لكم اكتر من سمانة هاده هاده هي ان شاء الله ان شاء الله نكون جاوبت على الاسئلة اشتركوا في الفيديو الجاية ان شاء الله